صحيح زي ما أنت تفضلت أو جميعي الإخوان أن الشخصية للفريق اليوم العين لما نحن نتحدث اليوم عن المباراة أنا أعتقد نموذج ودرس لكل الأندي والمدربين بالذات في كيفية تعامل مدرب العين أول شيء أنت تتحدث عنه لما نتحدث ما قال لما قالوا أنت عندك غيابات قال أنا عندي فريق أنافس على كل البطولات ما يعني شو يقولون بك على اللبن المسكوبة أو تكلم عن الماضي وعندي إصابات لا نعم تحدث عن فريق هني في بعض الأحيان في فرق بين المدرب تكون المدرب والتقايد هذا اللي شاهدناه نحن في أن المدرب من هذه العين على أساس أنك كنت تطور كرة القدم في أي بلد محتاج إلى مدربين أقوية أصحاب فكر وهذا مدرب العين أحد هذا المدربين اللي شاهدناهم في هذا الدوري والدليل اليوم شاهدنا فريق العين لما أنت بندر نحن بمكرنا نعرف عن بندر هو كوامي مرياح حمد عباس كايو خمس لاعبين لبداية الدوري أساسيين مؤثرين جدا في الفريق أنهم ما يتواجدون وفي مباراة مهمة لبطولة كاس رئيس الدولة السبب كيف هنا صلابة العقلية للاعبين نادي العين الدعم اللي مواجه سواء كان صلابة في وين في الالتزام في ثقة النفس في اللاعبين ومدرب الالتزامهم التحدي التحدي في بعض الأحيان اللاعبين تحدون أنفسهم هذا اللي حصل اليوم في لاعبين نادي العين الدعم كان موين من جهتين ونساهم الجمهور العين ووقف مع الفريق في حال الغياب وإدارة نادي العين وخلف الأفراد خلف نادي العين فإذا نادي العين اليوم قدم النموذج أنا أشاهد الآن نادي العين مثل السهم اللي ينطلق من الصعب يقافه تبارك الله وجد نمري كلاعبين كمدرب كفريق اللي شاهدنا اليوم توازن دفاعي هجومي فريق منظم فريق على أعلى مستوى ما تحس أن هذا الفريق في لاعب غاية معنا معنا اللاعبين مؤثرين فعلا جدا ونامت سيقلت لك سيد الجمال لما قلت لك أشبههم بالنهاية كأساسية لما لحب متعب بالمفرج وناصر الدوسري وناصر سجل هدف اليوم من سجل هدف رفائيل رفائيل لما تشاهدت رفائيل وإيرك اليوم مستوى ومحمد شاكر بالذات إيرك اليوم ورفائيل وكم مجموعة اليوم فريق النجم ونهو جد ولكن إيرك ورفائيل اليوم فرقوا الفريق خالد عيسى اليوم كان نجم الفريق في أكثر من كرة أنا أعتقد اليوم العين قدم لنا نموذج فريق ممكن المدرب تريخط في بعض الأحيان حال المدرب ولكن كيف تعرف المدرب تحضيره الفريق للمباراة هو كان محمد من خلال شهر مباراة الوصل كان تحضيره لليوم فأنا أعتقد العين قدم لنا نموذج جيد واثق الخطوة دائما نقول يمشي زعيم فالعين ماشي بشكل جيد